موسيقى السلام ومرحبا بكم في حلقة جيدة من مرمى مرمى هو البرنامج الذي نحكيه فيه على ديز انترابخنر شبان وشابات من العالم العربي نحكيه فيه على نجاحاتهم نحكيه فيه على التحديات اللي يواجهوها ومعنا في حلقة اليوم مريم عسليما مريم شنا حوالك؟ عسليما هاي فلا باس شو حالك انت؟ الحمدلله هلا باس مريم كتنجم من الأول تحكينا شو على روحك؟ واللهي أنا مريم بشير سيئو ديبس أكاديمي وليبس إدوكيشن ماذا هي الليبس أكاديمي وليبس إدوكيشن وشو فرق بينتهم الزوس كان فما فرق؟ الليبس إدوكيشن ستو نيسياتيف بلتوب نحبو نخنو بها مع الإدوكيشن في تونس وفي أفريقيا وفي العالم العربي نحبو نقدمو تعليم بوجودة عالية للوديونس متاع نحنا الليبس أكاديمي ستو نأكل هي مدرسة ولا أكاديمي للأساذة واللي حبوه واللي معلمين كسوسوها في الصغار معنتها كي ثرو توالف من روضة حتى نهاية المدرسة صعلي من الابتدائي ولا ابتدائي والثانوي وإلا حتى بعد في الونيفرسيتام الزوس أنا مخلط نشو العدي لذلك نحبو نقدموا تدريب يكون فيه مع تهارية نظريات وزيدا نحبوهم يكونوا عندهم مجال بايخدموا عليهم النظريات مع تعليم ذا كيف كيف Theater يعلموا بشكل مريض. لذلك تسكيه بحياتيك وتسكيه نظريه اللي هو تيوريك. كيفية جات فكرة ليبس وعليش تحسوا لي فهم ما أنت فهم حاجة لكم تخدموا في أولا مجال التعليم في تونس وزيدا قلت انت في أفريقيا والعالم العربي قلتوا زيدا تعطيه نظريات وتحاولوا تدمجوه مع البعض التطبيقي كيفية هبايا شكل فرق علي موجود توا علش فهم هالحاجة بش بشي تخدموا إنيساتيف انتوما من النوع هبايا انتي سيئو اما زيدا معطيه ومعاك زيدا ومعاك زيدا كوفاoundر مي جيتكم هالحاجة هبايا ولا هالرغبة في انكم تحاولوا تحلوا مشكلة بعمق التعليم. ما بدلك من الأول. معاقد زيدا معاقد. علش احنا شدنا برشا وقت بش نختم على الحكاكية معادي. بيتمالي احنا صغار احنا كنا قرينا في البدائي في المدارسة في تونس ماناش في مدارسة حاصة. خرجت انا عمري 18 سنة. ما خديتش الباك. خرجت قعدت نلوج في فرصة بش نخرج بها من تونس على خاطر كانت عندي حالة غضب شوية من السيستام في تونس. نذكر مدارسة انا وصحاب انو بدأوا نحكيه هكا ما يجيش هكا ما يجيش هكا. وخرجت احنا هكا وقت يزي باش نمشي الافريكا جسود للافريكا الجنوبية. وباش نقرأ في الافريكا وفي مخي صايم وفي تلاحكيه. كمشيت الغادي نقرأ حاجة اسمها وهي تفكير بطريقة 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 حاولوا نحلوا المشاكل يقول لك تشوف هذي مشكلة هي فرصة بش تحلها انا تبدل مخي وليت ما عادش نخمم مشكلة في التعديم ولا مشكلة في التراتوار ولا مشكلة في بقايا يلزمني نحب نلقى حل دونك العام اللول خدمت مع زو صاحبتي من رواندا وقتها في الافريكا جسود قولنا ايه باش نخموا موعدنا كيفاش نحلوا مشكلة التعليم بجودة عالية في افريقيا قلنا برشا مشاكل الحقيقة ما منش بش نحكي لهم بكل ما جينا نشوفه نقاو اللي البغتي اللي تابع التعليم في تونس وغير تونس اللي تتنجن تتبدل ديما والنجم الحسن بيه هما الأسادة على خاطر الأسادة يتعاملوا مع الإدارة يتعاملوا مع النظام والبرنامج اللي هما يقالوا فيه ويتعاملوا مع التعليم ذا لكن هما بالاخر في الوسط قلنا بيه نختموا معهم والحجر البحيدة ثابتة زيدا خطلب قيل كل يمشيوا يجيوا صحيح صحيح هما يمشيوا يجيوا هما ثابتة ويمشيوا يجيوا زيدا على خاطر فما دي جنراسون يدخلوا يبدلوا هما ناس يحبوا يقرية ويحبوا يبدلوا في رواحهم دونك قلنا بيه نختموا معاهم نحاولوا نشوفوا شنو ما الموجود توا في أفريقيا وانا ركزت على تونس أكثر شنو الموجود في التدريبات للسادة القناة اللي نقصين ياسر التطبيق معتها التدريب تقول يجي في الصيف شوية يحضر محاضرة وبعيدة شوية حتى النظريات الموجودة بعيدة شوية على الغشيخ اللي قاعدة تصير توا في العالم خاصة في أمريكيا ولا في أوروبا دون قلنا بيه ملا شنعنو حنحاولو نعطيه الفرصة هيكي للسادة بيش يتعلموا حاجة جديدة بيش يتبقوها مش كان يتعلموها يقراها وبعدها خاطر تحبوا ولا تكره في تونس حتى لو كان تعلمو تعطي نظريه جديدة الواقع اللي تعايش معاه مختلف على هو شنو موجود في وين نظريه تخلقت من له فهمت دونك قلنا احنا نجمو 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 يتعلمو جديد ويتبقوه في الظروف متاحة ماذا انتم تزيدوا بعض متا كنتكسواليزاسيان لمهما كانت الانبوت اللي خذتوه من العالم بيش يخرج في مجتمعنا مجتمعاتنا الافريقية والعربية واحنا ما نمنوش لي فهمة طريقة واحدة بيش تعلم خاطر كل الاستاذ عنده شخصيته كل الاستاذ عنده نقاط القوة متاعه ونقاط الضعف متاعه ما احنا نحبو نوريو الاستاذ اللي زوتي معتها الادوات الادوات الموجودة وهو ولا هي يتعامل معها بالطريقة اللي نجم احنا نقوله اختراع الغسيتم بتاعك ولا الوصفة متاعك انتي كاستاذ توقفل هذك الحاجة اللي قاعدين نحال ونخدمه معها لبس ادوكيشن نقوله احنا تبعد شوي نحبو هي زادة فيها بغتية منها اللي بس اكاديمي موجودة ما نحبو نخدمو زادة على خاطر من الاخر الادوكيشن ولا التعليم الاساسي والثانوي في تونس وغيرو ما هوش قايم كان على الاساذة عيب علينا اكنا نقفو جست على الاساذة ذي زمنه نخدمو زادة على الكوتين الاخرين الحاجة الاخرين كيما الادارة كيما التلامذة نخدمو زادة مع الاولياء والاسم اللي بس كيفي جاي كيفيش شمعني هالي بسعيك و كيفي جيتكم الفكرة نزول الكوفاندر متاعك ويليد كوفاندر هديدر هو تلقينا احنا هتو نحكي كيفيش تلقينا الساع هو ويليد كان يختم على روحه على تدريب المعلمين كيفيش بشي تقري بطريقة يسميها تدريب المعلمين مركزة على التلميذ وخدم برشة تدريبات في تونس الكل وأنا في نفس الوقت نخدم على كان اسمها وخدمنا دو بروغرام تدريبات نجربو فيها انا حبيت نتستي هكا اليدين نشوفو شنيا كيفيش تجي كيفيش الطريقة اللي احنا اخترناها بشي نقري بيها لسيدة والتلميذة اسكو تخطف تلميذة تعجبهم لسيدة يقبلوها والله خاصة كما قلت انت بك احنا صغار معانتا خاصة الوقتا وانا عم تتعطاشن شنيه معانتا شكو مش تسمع وبالحق زيادة انا احكيلك معانتا المشاكل بعدها صارت ما اه بعد انا مشيت نقنع كملت كملت وقتها من الفريق دو سود خديت عام فارغ واللي ننصح العبيد اللي تاخد عام ترتاح معانتا ترتاح من القراية وتخعمل حاجة اخرى خديت عام فارغ قعدت حبيت نكتشف شوية الواحد كي يخدم في الكوتي ديو كالشان في الكوتي التعليم شنو اي نجم يخدم معلمة كهو مدير وفاما حاجة اخر وخدمت شي برشا بقى خدمت في الليل موغيس خدمت في سلوفاكيا وخدمت شتون ازاي دا وحبيت نشوف به في الاخر شنو يستحق الاستاذ بالحق شنو يستحق في التدريب متاعه رقيت هما خمسة حاجة leadership in teaching معا تقري انتي الاستاذ كيفيش يكون هو القائد وقائد مش بطريقة انه طبعني ولا لأ قائد انه يكون هو المثال الاعلى في القسم وخارج القسم للتلميذ وغير من التلميذ خاطر الاستاذ موش يتعامل مع التلميذ في حياته ويقع ديما استاذ البرا والداخل كيما احنا نركزه على القيم متاع التدريس كيفيش نعطيك مثل في تونس كانت عنا مشكلة كبيرة ولتو ما زل شويه الغش في الامتحانات وإلا من شكل اخرى حتى الغش في الادارة ولا خارج الادارة في القسم وخارج القسم كيفيش احنا الاستاذ نعاونه هو بش يكون المثال للتلميذ ما زادا ما يعرف كيفيش يخذ قرارات قائمة على قيم خاصة للتلميذ والبرا من المدرسة الحاجة الثالثة هي الفنون الفنون ما نجموش نحكيه على من غير ما نحكيه على الفنون الخطر هو فن نحبو نقريو فن التدريس وزاد التدريس بالفنون كيفيش نستعملو الفن في التدريس وكيفيش ينجم يكون هو التدريس بيحدد وفن كيفيش انتي تعرف كالاستاذ بيتو تتعامل مع التدريس بتاعك بطريقة أموجين تشوف انتي الفنين اللي فيك وتعترفوا الهناي بالكونسيبتا there's talent in teaching فمع بيدلي هما they're naturally talented يعرفوا يتصرفوا ولا تحسهم تحسهم عن مسرح وقتلي بقارية دجا كيفيش تقيقف كيفيش تحكي كيفيش تلقي كيفيش تلقي دالس كيفيش تدور في الكلاسروم هذو ما هذاش تقصد ما نتعبينه صحيح تلقي دالس هو talent teaching من اللغة ما نمن زيدا اللي كل شيء يجب تتعلم إذا كان انتي عندك الباسيان وتحب هكا تخدم في teaching في التدريس أما انتي التالان بتاعك مازال يجبك تختمه شوية تختم عليه زيدا وتولي عندك الفن بتاع التدريس الباسي الباسي psychology اللي يدخل فيها علم النفس ما نجموش ندخلو استاذ يقري في قسم ما يكونش يعرف علم النفس خاصة متاع تلان دالي هو يقري فيهم في العمر اللي هو ما يقريو فيه هذك ازادة مهم على خاصة اللي غو الشيخش وكل قارث تبدل ياسر في الكوتي بتاع البسيكولوجي واخر حاجة هي student center teaching واللي هو التدريس قائم على انه تلميذ هو المركز متاع القسم وهذك ازادة قولوا احنا متودولوجي جديدة نركسوا عليها ياسر كما حسان وليد كان نخدم عليها باشا زادة هو في الواحد دونك احنا كل واحد كان يخدم من جيها انا دي جامدوبة كملنا كملت العام الفرخ ديك اخلطتو ووليد كمل قراءة في تونس وبشي مشي يقرأ في امريكيا انا اعطاتني قريت في ايكور اسمها ديفيدسن كالج وعطاتني وقتها منحة بش نجي لتونس ونعمل توني ندور هكا في تونس ونتستي ليبس حتي تقول لك الكل هذي بشوفوا بالحق صحيح ولا بعد ذاك شفتوا البرة من تونس من الاخر هي نظرية مهيش تحبون على الورق جميل جدا صحيح في الدنيا كيفيش شفتوا في تونس عادة معنا عطوالي اي ملا دونك مشينا دورنا مشينا مشيت التوزة مشيت القفصة حبيتنا دور الجنوب والشمال والبلدين الداخلية والخارجية خطر تحب ولا تكره كل واحد عنده مشاكله وكل منطقة عندها خصوصية متاحة وما عندهم مش نفس الغصوص ما عندهم مش كيف كيف دونك كمل وبش النجمتين عملت هذيك اتكلمت وليد قتل وليد انا ما انا نعرفش معنا السيدة في تونس هو تبارك الله عليها معنا يعرف برشة السيدة في تونس قال لي مريم هاتا نعطيك الاتاباس وخدم معها قلت لا ليش نشوش مع بعضنا قالوا والله فكره بيه قلت لا يبركها ونختم مع بعضنا مميلا نحطه اليد في اليد هو تبارك الله علي انا ما نجمت ما كنتش نلقى عبد اخر خير بش نتعامل مع اكثر خطر نقعد النهار كام نحكيلك على وليد حاصل وتكملوا بعثكم زدان تومة انت باكراوند متاعك كمبيوتر ساينس انا وبعدنا كملت العمل قلت شنو نقرأ زي ما في امريكيا نقرأ زي ما نقرأ زي ما نلقى حاجة اللي بيسفيدني في الخدمة هايدي جيت نشوف نلقى للتكنولوجي وخاصة معتها برمجة برمجة مهم ما يصير في قلت به طاني مشا نتعلم كمبيوتر ساينس انا وليد وقتا حكينا قلنا كل واحد بش يختار شنو بش يقرأ مش نجمو نكملو بعضنا خاطر اذيك حاجة مهمة على اذنك ليبس ليبس هاي النوث ستارة متاعكم مش العكس يعني مش قريتوا حاجة ومبعد قررتوا منكم تعانوا ليبس من اللي انتم من سمونتاش سنة من سمونتاش سنة متو ما قلتوا هايدي شو نحب نخدم هاي شو نحب نصلح هايدي المشن بتاعي في الحياة وتوحيتي الكل اللي بش بش تعاوني بش نوصل لك المشن هذي كده صحيح الخدمة اللي خدمتوها كيفش تكملو بعضكم وتعانو في بعضكم تضحية كبيرة هذي انتم خاطر والله تضحية وجو عليش خاطر احنا معتا العادي الانترابرنور العادي يسلم في برشة حاجات ويمشي يحط طاقتو الكل في الشركة متاعو احنا الى يومينا هاذا نخدمو حكي وحيري كنوقو في تونس ادينا مليا احنا صغار عرفنا الحاجات ازمان تعلموهم وكي تلقى بعضم كمبيوتر ساينس والا ام ام اي حاجة حاجات اللي اخترناهم احنا كاشخاص اخترناهم على اساس انه هي حاجة مهمة ليبس ولكن ترجعنا احنا نحبوها ماناش حاجة اللي ما عجبتناش ولا حاستنا اللي احنا معتا فوق قلبنا اللي عامل فيها الحكاية جوزة على خاطر ليبس حاولنا نجمع احنا اللي زان تغيمتانا الحاجات اللي يعجبونا والحاجات اللي مهمة الليبس والحاجات اللي ما يعجبونا شو مهمة الليبس واني نحكي مع بعض اخرين اللي هم عندهم وعندهم اكسبرتيز ويعونونا فيهم كي كخير لذلك ما عونا با بخيد ريسك ما اخديناش مجازفة كبيرة في حياتنا اكملنا ونقرأ ونخدمو نقرأ ونخدمو نقرأ ونحالو نخدمو على البزنس موضل نخدمو على الكمتونيو متاعنا نحسن ونحكيو مع احنا كل واحد في جامعة متاعو عندو عنا تباركالا مع انتا دي بروف اااااااااااااااااااااا هم عاونونا في الازيكولمتان عاونونا بالباه يسمعونا يحلوا معانا يعطونا دي رشيخ مهمين بتخدموهم الليبس وقدش من مرة نستعملوا مرة نخدمت وقتها في نقرأ في كوغ عنا على ال الواجبات كيفيش نعنو الواجبات تقييم تقييم في عالم التعليم نجيو نشوفو احنا ما نعرشنا قانون تعدة وليبس تحلت ولا اي حاجة نشوفو به قانون تعدة به ولا عطيني المعلومات دي بروف اللي هي بالحق تخدم القانون الذي يخدم بالحق دونك ذيك انا استعملت وقت فهي كمشروعي الاخير في القسم ذاك ذاك اجزامبل متاع كيفاش دخلناها بعضها فا دخلنا بعضها طريقة باية دخلنا القراية وخدمتنا وخدمنا مع ديز ارغانيزاشان مختلفين منظمات عالمية نعاونوهم كيفاش يخدموا عالكونتونيوم متاحهم وعملنا قولوا احنا نتوركينج في امريكا وفي خارج امريكا كيف كيف في اوروبا في سلوفاكا وين كل واحد وين نخدم وعملنا رستاج مختلفين دونك انا ولي دعفت كنا نقول اي بي شنوا مباعد شنو شنعم حتى كملنا توا عملت مستير هو كل واحد ينعمل مستير متاع وحسب احنا شنو نحب وحسب اللي بس شنو تحتاج ودونك فهالاختلاط الوثيقة ذا مبين حياتكم الشخصية وحياتكم المهنية الى حد ما كيفاش تحطوا الحدود وكيفاش تتحطوا الحدود مبينتهم الزوز والله من اهم حاجات هي المنتل هيلث المنتل هيلث هي صحتك النفسية عكلي هذي من اكبر الحاجات انا وليد مطا ياسر ستريكت معه نقوله هو انا نعرفكم لي اضار شو ومن الحاجات اللي نعرفها نعرف انتو مزوزي بريفكشنست بنا اعجب شن تخيل ليش نجامت مع التعام reality مع طب الحق انك تحبوا كل حاجة منظمة كل حاجة في بلاستها اهن كيفاش شما تريقس انتاكا نفيق بعضنا وزيلا ساعات المحيط متعنا يفيقنا خاطر تحبه ولا تكره احنا نعيشه في محيط والانسان واحده يبدأ عنده طموحات وكل ينسى روحه شوي يجب ان يكون يفيقه مع اصحابك ولا والديك ولا حتى انتي صحتك نهاريخ يجب ان تسمع بدنك تقول اه نحس روحي تعب ولا نحس روحي نفسيا مرهقة في عوض ما نكمل نختم على روحي كيكة وندز روحي وقول ليه مثالش على خاطر ليبس نورث ستار ما نضحي كل شي لا يجب ان تاخذ خاطر ما تنجمش بعدها تواصل تعمل برناوت والبرناوت ما هو شبهه بلكل دونك وليد هو يذكرني وانا نذكر كي تبدأ عن مشاكل في الخدمة حتى في حياتنا الشخصية نقفو قلبي كيفاش نجمل عنه وبعضنا خاطر في اللخ انتي كي تكون عندك بزنس اللي هو صحاب انتي بياه بالبيه ما تنجمش تتحكي وكان عالخدمه ما تنجمش كون علاقتكم كان قائمة على المربيح ولا ايوين بش نخلطه ولا ما تنجمش ذيك تولي حاجة سطحية على الاخل دونك يزم انا اي كار فور وليد هو اي كار فورمي زدم الكوتيب بزنس و الكوتيب شخصية دونك احنا نقفو لبعضنا ياسر اي حاطو كان بخفاك سنوزي تربينا شو ايرو اتعلمنا ننقصوش رائع جدا دونك كيفش تعاملتم مع هذه الكل شو تشالنجز اللي يواجهوكم في ليبس كيفش حاولت تحلوهم والله احنا اول ما بدينا عرضنا ذاك الهجس على خاطر نحكي على روحي على كي بدينا شوامي هادي شملول بلكل روحت ندكع طرح روحت من الافخي جسود هكا فرحانة وقالت يا بس لقى حل المشكلة هذي بالحق هو واحد صغير يبدأ يحلم 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 يصدق ببرش حاجاته هو صحيح بيره وموش حاجق هايضا مشيت عملنا بجيت بش نبدأ نحضر بش نجربوها ليتي يا اخي اولا نلقيت ما كان معديش فلوس عندي وقتا كان عندي سيفينجز مدخلات متاعي قول لي مش بنمسهم عادت نلوج هكا شكوم بش يعطيني فلوس حد ما حاب يعطيني لعخي قلك صغيرة وعندهم الحق انا كيش بقعتهم بتاتخ توا اليوم البد الرائي اكثر ما فهمتهم هم من ينجي وليش عمال تخيل تستعمات المدخرة تمتايقو تايمي سيلش نحبش نجربو نهار اللول وقتا عملنا اول مرة عملنا ثلاث هيام تدريب نهار اللول وقتا استاذة من الاستاذة اللي جيت انا وقتا نعمل في الايس بريكر قلت لها قتلي مريم منجي عملك 19 سنة وانا عندي 25 سنة ما فش قاعدة عمل والغدا ما جيتش ما ان等ت انا قلت لها تعرف انا منيش اكسباق بالحق منيش لا ونت اكسباق mendحب نعمل نحب نخلق موحيط اللي انت نجس تقابل فيه Universal انتابته اللي بش يعاونتنا backs انا قلبس ودورنا كمنظمة ولا كشركة نحب ونا اعاونه الاستاذ مش يكون عنده القدرة على التغيير والقدرة على التغيير ويكون عنده أكسي للأكسي للفلوس أكسي للمعرفة وللتدريب فهمت دي كوقت هاينا من اللول كاللي هكت تدخل لك السكينة في قلبك اما بعد تفاكي على روحك زي دا راه على خاطر الواحد يسمي دي ما يتذكر اللي هو ينجم يكمل يتعلم مع عمرنا مش نخطو اكسي في الحكاية هيكي نتعلم ومن عند لازه كي ما نتعلم ومن عند تلم دا ونتعلم ومن عند لازه ما نحكي ما نحكي ما نحكي ما هيش توب داون هو سيتا بارم او بارم او توب داون الزوس سيتا نسكر واحد نعاون وبعضها ونتعلم من بعضنا من اللي خلو ستادي نجم يتعلم من التلميذ ومقلوبة فالسكورسة ولا دونك هذي كان المشاكل الكبيرة ولا مشيت حكيت مع مسؤولين في تابع التعليم في دونس نذكر يسمعني ثلاثة سوية يقعد يسمعني 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 وبعد ما نسمعش من النوم بعد ولا ما ينجمش يعاون وإلا يشجع مع انت يشجعوك ما يشجعوك بالكلام أما ماذا اما بعض اما بعض اي وكاليش أحنا قررنا مش ما نخدموش مع الا etcetera مع مع عاليكول بيبليك عالخط اللي كول بيبليك عندها اولويات اخرى. وبالحق كل كول عندها اولويات مختلفة. واحنا بش نتعاملوا مع الزكول ولا المدارس اللي عندها الاولويه انه تتعامل مع الأسادة متح و تحب تدربهن. هاليكول بيبليك انا ما انتعرها بلتو في الكوربون تدخل اضافرات سببية كالي سوف يكون اطلاقهم ومن بعد ذيكا في وقت ماي هل رأيه تريد رواحكم ت lieuم على كبليك حPS هذه هي اللي تمس الشريحة الكبرى من المواطنيين ولي بالحق نجم تحل مشاكل العنالك احنا الوجيكتيف متاعنا هي كبليك حيث احنا قرنا في كبليك نمنو اللي نحبو نختمو فى الكوتيه هذiende كمين المشكلة اللي في الميزانية ما هيش كبيرة للتدريب الأسادة. حتى لو كان مش بدو نختم على الإيكول بريفة نحب زادة نعملو نظام منحة لأسادة في الإيكول ببليك في المدرسة العمومية. خاطر نحبوش نبديو جس في البريفة كهو خاطر تحبو ولا تكره فاما. بين القطاع الخاص والقطاع الامومي. ونحبوش نزيدو نكبرو. خاطر من الأخر نحبو نسلكل تكون عندها جودة في التعليم. نحبوش كان العبادة اللي عندها فلوس تنجم تتأخذ جودة في التعليم. العبادة اللي معديش تقعد فهمت. وممطن نخدموها اما مش بنفس الانتنسيتي مش نفس التركيز. ركزو بنبديو اكثر مع البريفة. السوم التاني ما نختمو مع مع نعطيو منحة للأسادة في في القطاع العمومي. وبعدها نزيدو نكبرو في المنحة هدو كم حتى لين الدولة اللي عندها القدرة بش تخلص تدريب للأسادة الكل. خاطر واحد ما هوش عايش في بول. نحن ناخدو كنسيدراشن اللي كو سيستم الكل. صحيح. و مريم اذا خاطر بزيتو تاخد متواع عندكم عندكم مدة كبيرة نوعان ما عندكم عوام. دونك الوقتش اللحظة اللي غزرتو من تالي هكا وقلتو بو قاعدين نعملو في امباكت مهما كنا وقاعدين نغيرو في حيات عبايت. عندكش لحظة متعفيد باك ولا تستمونيو اللي تواقعت في مخوك وليد بوشيزيو فورد بش تكمل. امم. اولا نذكر وقتها وقت اول مرة عمانا جربت لبس قبل ما انتلقى انا وليد. ام وقتها الاستاذ استاذ جيز صغير عمدوب ببداي هو اسمه بدر الدين ومدوب ببداي في في التعليم في المسيرة متاعو. ونذكر اول مرة تخل ويهك شوية خاطر مش مستنس. وبعدها في ساعة في ساعة بحث في اخر التدريب قالي مريم يعطيك الصحة معتها وكيروح البلادو حل كلوب في متاع انجليه في المدرسة متاعو حاول يحفز وقالي بعد الليبس مشيت انا قريت مشيت لوجه تدريبات اخرين. فتابعة شركات اخرى. وفرحتني على الاخرى على خاطر بالحق احنا البيوت متاعنا الهدف متاعنا انه يكون عنده شعلة الاستاذ كي بدى دوبة داخل ونعطيوه هكا محك كفيش شوحنا بوزيتيف. ونوريو اللي هو نجم تعلم اللي يحب عليه ويخطي مع تلام ذا. بالحق هذيك الحالة اللي فرحتنا ببرشا. وليت كيف كي تعامل مع اساذة قبل ما نتلقاو. بالحق معتها يتشوف اللامباك تقولي مريم بريم معتها فاما فاما انرجي بوزيتيف تجي كي تجي تلقى استاذ آآ اللقاء الانفيرونمون البيهي اللي هو. فهمت. آآ طنك من وقت احنا انا ولي عابت كي مع بعضنا كلي حتى لو كان نبداو نعديو عام ولاثنين المركزين على الخشيخ شو مركزين كيفش بش نلقاو حال من غير ما نعملو آآ تدريبات في تونس احنا في امريكا بازي كلي ديما نتذكروا ما عنيش شك اللي باش نواصلوا في في المسار هيدا ولا باش آآ معتها ويلوز موتيفاشن في الحكاية هدي جملة خاطر على خاطر التستيمونيوز هيدوكم اللي شفناهم احنا قبل وشفناك عبدك فرحانك وعينتوا كبشي كامل يقر حتى تليم ذا كيف كيف آآ خاطر احنا الموديل بتاعنا يضم تليم. يا عايشك مريم خاطر كريتا معنا وحكيتنا على ليبس نتمنى ولكم كل التوفيق في المسيرة متاعكم وانكم تخدموا مع لكل بيبليك قريبا جدا يا ربي وتحلونا برشة من شكل في التعليم يا عايشك مرة اخرى. عايشك. وانتوما زادل تسمعوا فينا في حلقة اليوم من مرمة تستنيونا الجمعة الجاية مع انتخو بخناق جديد مع تحديات جديدة مع فكرة جديدة. اشتركوا في القناة